أبناء طلبات وطالبات التعليم الفني أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من مادة الرسم الفني للصف الثاني شعبة الملابس الجهزة وحشتوني كل سنة ونطيبين احنا كنا أخذنا حلقة الأسبوع اللي فات بمناسبة بداية الترمي التاني واتكلمنا على الملابس الرجالي طبعاً احنا في الترمي الأول بتكلمنا على ملابس الأطفال وأخذنا لها قطعة فنية متعددة بالنسبة لنا انتهى الترمي الأول ونبدأ الترمي تاني جديد وبالتوفيق إن شاء الله طيب اتكلمنا على الملابس الرجالي وقلنا أن في ملابس نعم أنا هعمل ريفيجن صغير كده بسرعة على الملابس الرجالي كنا قلنا في ملابس داخلية وفي ملابس خارجية في ملابس الخاصة بالمنزل اللي هي زي البجامة الروب الترينج الحاجات دي كلها الشورت بانطلون دي حاجات بتتلبس في البيت وممكن الملابس الخارجية متنوعة ومتعددة كتير جداً جداً زي ما خدنا وزي ما قلنا الأميس الفرنجي البانطلون السيديري السويت شيرت التي شيرت البانطلون الشورت البدلة البلتو كل دي قطع فنية خاصة بالملابس الرجالي للخروج طيب طبعاً احنا بالنسبة لنا أخدنا طريقة رسم النموذج الأساسي لمين للأميس الرجالي على فكرة اللي احنا أخدناه الأسبوع اللي فات النموذج الأساسي للبطرون التقليدي القميس الفرنجي التقليدي خالص خالص طبعاً احنا ما كناش كملنا التصميم وعشان كده احنا أخدنا التقسيمات خاصة به وفكرين يا ولاد لما قلتلكم احنا بناء على القطعة الفنية انا بطلع من الجدوى البتاعي بطلع ايه المقاسات الخاصة يعني المقاسات الخاصة بتاعتي لو هي بنف لو انا بنفذ قميس غير لو انا بنفذ بانطلون طبعاً ده في فرق شاسع والكلام ده عرفناه من الترمي اللي فات ان انا لما بيكون عندي قميس فرنجي او قطعة ملبسية خاصة بالجزء العلوي انا بحتاج ايه المقاسات اللي بحتاجها بحتاج دوران السدر بحتاج طول الظهر وطول السدر عرض الكتف دوران الرقبة الطول الكل للجزء العلوي دوران الزراع طبيعي لاني بيقى فيه عندي كم طول الكم الحاجات دي كلها مقاسات خاصة بايه بالجزء العلوي للجسم لو انا هنفذ بجامة او بدلة او سوديو جاكت طبعاً او قميس فرنجي طيب انا النهاردة هنفذ ايه انا هنفذ القميس الفرنجي القميس الفرنجي ده او القميس الرجالي كنت ايه محتاجة له مقاسات نشوف سوا مع بعض كده مراجع بسيطة للاجزاء بتاعتنا وعلى فكرة احنا اتكلمنا كمان المرة اللي فاتت على ايه على الجداول فاكرين الجداول لما قلتلكوا ان فيه جداول خاصة بالمقاسات الرجالي كلها ومقسمة لايه لمقاسات ميديوم ومقاسات سمول وطبعاً سمول الاول وبعدين الميديوم وفيه لارج واكس لارج وهكذا الى ان ايه تمتد الى كل المقاسات المطلوبة والجداول دي يا ولاد بتتوقف على طويل القامة وقصير القامة لان الجداول عندي لما اتكلم على ناس قصيرة بتبقى نسب الجسم مختلفة غير لو انا بتكلم على ناس طويلة فبيبقى فيها عندي شريحة معينة وطول محدد هو ده اللي انا بناءا عليه بتطلع ايه المقاسات بتاعتي سواء من الجداول الخاصة بقصير القامة او بالجداول الخاصة بطويل القامة طيب نشوف كده مراجعة بسيطة مع بعض احنا هنا كده كنا اتكلمنا على الملابس الرجالي طبعاً هنا دي الملابس اللي هي الداخلية فاكريني الملابس الداخلية لما اتكلمنا عنها اهي قلنا البجامة والترنج البلتو سوري الروب دي كلها اللي هو بنسميه البورنوس احياناً لما بيكون وإحنا خارجين من الحمام الملابس الخارجية زي القميس الفرنجي البنطلون التي شيرت الشورت البدلة وطبيع البدلة لها قميس مخصوص وممكن يبقى فيه سديري داخلي وفيه البلتو وفيه السويت شيرت القطع الفنية الجديدة اتكلمنا على المقاسات الخاصة بالملابس الرجالي اللي هي محيط السدر محيط الرقبة طول الظهر محيط الارداف طول الكتف طول الحجر دي المقاسات ككل ياولاد اللي موجودة عندي في الجداول محيط الخسر وكننا اكدنا على معنى كلمة الخسر هو ايه هو الوسط وطبعاً محيط الخسر الطبيعي يختلف عن محيط الخسر للبنطلون دي حاجة ودي حاجة لان الخسر الطبيعي بيكون اعلى شوية مرتفع عن ايه عن الخسر الخاص بالبنطلون وفيه عندي نصف عرض الظهر عمق القبط طول الكم طول الرجل من الداخل الحاجات دي كلها مقاسات خاصة بالمقاسات الرجالي طيب انا لما اجي هنا اتكلم على الجداول اهو قلت بتقسمة الى small medium large x large وفيها كل المقاسات الخاصة انتوا فاكرين لما قلنا الاسبوع اللي فات تعريف البطرون يعني ايه قلنا البطرون تعريفه هو عبارة عن مجموعة من الخطوط الهندسية بترسم بطريقة هندسية معينة الخطوط دي انا برسمها في منها خطوط بالمسطرة وفي منها بعض المنحنيات بس برسمها ازاي بناء على تأسيم خاص التأسيم ده بيتوقف على نظام وطريقة وضعوها مصممي الازياء العالميين وبناء على جداول وبناء على تأسيمات معينة والتأسيمات دي احنا بنحفظها وبنتمرن عليها علشان اقدر ارسم البطرون الخاص بيا طيب جيت هنا قلت انا اشتغل على الاميس الرجالي وقادي المقاسات اللي انا بحتاجها للاميس دوران السدر دوران الرقبة عمق الابط دوران الخسر طول الضهر طول الاميس نصفة عرض الضهر وطول الكم ومحيط الاسورة على اعتبار ان الكم الاميس بتاعي طبعا فيه ااميس طويل طيب احنا قلنا حاجة مهمة قوي 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 لو تفتكروها ان احنا لما بنيجي نرسم يا ولاد بنرسم بمقياس رس اوكي انا عندي المقاسات بتاعتي لكن المقاسات في حاجة مهمة جدا انا دلوقتي شغال على اسكتش او شغال على ما هو الاسكتش اللي عندوكم في المدرسة الاسكتش ده مقاسه ايه؟ تم فرخ كنسن مقاسه صغير اللي هو فرخ مقاسك الراسة الرسم طبعا انا هرسم عليه ازاي البطرون الخاص بالعميس الرجالي مش هينفع ليه؟ لاني المقاس بتاعي كبير مقاسات رجالي والاسكتش مش هيكفي علشان كده كنا قلنا بنعمل مقياس رسم بس تخدم مقياس رسم مقياس رسم يعني ايه؟ يعني تصغير للمقاسات الحقيقية بعمل تقسمتي بقسم المقاسات عادي جدا جدا والمفترض ان المقاس اللي انا هرسمه لحظة مهاجي ارسم بعمل ايه؟ بقسمه على مقياس الرسم ممكن يكون مقياس الرسم واحد لاثنين يبقى انا هصغر المقاسات للنص الكلام ده انا ممكن استخدمه في ملابس الاطفال ليه؟ عشان ملابس الاطفال مقاساتها صغير ممكن لو انا اسمتها بالنص وصغرتها لنص المقاس الاسكتش هيسمح لكن انا لما اتكلم على مقاسات بطرون رجالي لا 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 مش هينفع لازم اشتغل بمقياس رسمي اما واحد لتلاتة او واحد لاربعة يعني اصغر مقاساتي للتلت او للربعة طيب نبدأ ناخد المقاسات بتاعتنا ازاي انا هقسمها علشان ارسم عرض البطرون اول حاجة عندي في المقاسات اللي انا هرسمها قلتلكو انا بشتغل على قميس فرانجي محتاج ايه المقاس الاساسي محتاج دوران السدر بعمل ايه دوران السدر مين فاكر اولادي شطرين من الترم اللي فات فاكرين فيه اتفاقية فيه معاهدة بيني وبينكو بتقول ايه ان انا لما باجي ارسم البطرون باخد دوران السدر اسقمه على ها اتنين ليه بقى اسمعه على الاتنين ها ايوا برافو علشان انا برسم نص بطرون مش كلام ده متفقين عليه مش هنغيره مش هنغيره يا حبيبي فلازم تبقوا فاكرين مش تقولوا انا برسم ازاي انا نسيت التقسيمة لأ والتقسيمة لو سمحتو نتمرن عليها كتير من فضلكو نمسك كده المقسات بتاعتنا ونرسم مرة واثنين وثلاثة واحنا عاديين لوحدنا حتى في المواصلات لو انتو بتركبوا وتروحوا اماكن مدرسكو بعيدة شوية في المواصلة وراء اصغلنا كده وارسم التقسيمة وقسمها مع نفسي في ظرف خمس دقيقة هتبقى الامور سهلة واضحة طيب احنا قلنا باخد دوران السدر اعمل في ايه بقسمه على الاتنين ليه حد فاكر ليه بقسمه على الاتنين برافو علشان انا برسم نص بطرون برسم نص امامي وبرسم نص خايف ما هو طبيعي انا برسم نص امام فطبيعي النص التاني متماسل لما انا ارسم نص احطه على قماش طبقتين او اوزع على قماش طبقتين خلاص البطون عندي يجيه كامل امامي ونفس الكلام بالنسبة للخلف يبقى احنا هنا بناخد دوران السدر اول حاجة بنقسمه على الاتنين وبنضف له مقدار اساسي انا كله ده وبراجع على كلام اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت علشان لربه بيكون في بعض اصحابنا ما حضروش معانا الحلقة الماضية طيب نبدأ نعمل ايه هنرسم نكتب التقسيمة مع بعض الاول اول حاجة في التقسيمة لازم احدد عرض البطرون عرض البطرون بجيبه منين برافو دوران السدر على الاتنين وبضيف اتناشر اساسي دي الناس اللي راجعت وايه وذكرت معايا وعملت الهومورك كزي ما انا اتفقت معايا هنيجي هنا اول حاجة هنكتبها وهنقولها ان انا هحدد عرض البطرون عرض البطرون بعمل ايه باخد دوران السدر اللي هو كان عندي مية واقسمه على كام يا حبيبي على الاتنين بيطلع خمسين بضف لهم ها برافو اتناشر اساسي بيجي عندي مقاس عرض البطرون اتنين وستين سنتي اتنين وستين سنتي ده المقاس اللي انا محتاجاه لرسم البطرون مقاس طبيعي ياه انتو متخيلين يا ولاد اتنين وستين يعني اكتر من نص متر طبعا اسكتشي ماله صغير الاسكتشي لازم هعمل ايه ده بيني ما بينكم سر حد تسمعنا مفيش حد غير انا وانتو ها هعمل ايه هقسم على الاربعة هقسم على كان ايبة هقسم على الاربعة علشان هو كان بيقول ان فيه مقياس رسم واحد الاربعة فانا بأسم على الاربعة دي محدش يعرفها غير انا وانتو هتقسموها على الكالكوليتر كده بس عشان تعرف المقاس ده اللي هترسمه كام طيب وبعدين هبدأ ارسم تعالوا كده نرسم عرض البطرون انا براجع بسرعة انا بس قلت الحتة دي لكن هنرسم سوا مع بعض بسرعة البطرون بتاعنا اول حاجة هاجي هنا كده يا ولاد وهرسم عرض البطرون بعد ما انا قسمت على الاربعة هاي طبعا احنا متفقين بقية من اول الورقة لغاية تحت كده مقاس محدد علشان البطرون بتاعي ما يطلعش ميل وهاجي هنا وهبدأ ارسم انا طبعا ده كده عرض البطرون واو حد شايف حاجة انا بستخدم قلم جف احنا قلنا بنستخدم قلم رصاص وسنه رفيع وجميل زيكم حد شايف حاجة النهاردة انا بستخدم قلم جف اسود شايفين ده كده ايه ده عرض البطرون اللي هو بكتب عليه انه هو 62 سنتي وبعدين هبدأ انزل بطول البطرون طول البطرون كان كام ياولاد بنزل بطول البطرون بيبقى عبارة عن طول القميس زائد 8 سنتي طول البطرون عبارة عن طول القميس زائد 8 سنتي وبقفل البطرون بتاعي طيب هنا كده ده ايه اللي ده طول القميس كام اللي هو زائد 8 سنتي زائد 8 سنتي طيب وبعد كده اللي اول حاجة هبدأ اعملها هقيس من اول البطرون فوق لاسفل هنا هقيس كام اللي بقيس عمق القبط الكلام ده واخدينه هانا براجع اهو بسرعة عمق القبط زائد كام زائد 4 ومن اول النقطة دي بقيس تاني لأسفل اللي هي ايه طول الظهر زائد كام زائد 3 وبرسم خطوط افقية وبرسم خطوط افقية اهو معايا كله مسحسح يبقى انا كده من اول البطرون نزلت الى اسفل عمق القبط زائد 4 ومن اول البطرون نزلت الاسفل طول الظهر زائد 3 ومن اول البطرون لاسفل طول القميز زائد 8 وبعد كده علشان انا احدد الرقبة الامام سوري رقبة الخلف طبعا احنا بيبقى في الجنب ده هنا الخلف ياريت نكتب الحاجات الصغيرة دي بسرعة ياولاد مع بعض علشان خاطر لما تيجوا تراجعوا البطرون يبقى سهل بالنسبة لكم بعد كده باجي هنا من اول البطرون بتاعي النقطة دي ياولاد احنا قلنا المرة اللي فاتت نقطة اساسية ومهمة جدا لاني بقيس منها حاجات كتيرة جدا في البطرون باجي من هنا وهبدأ قيس للداخل اليسار مقدار ايه ايوة سمع ناس بتقول لي خمس برافو الرقبة خمس عمق الرقبة ناقص نص سنتي وبحط النقطة بتاعتي هنا كده وبيجي هنا في القميس ياولاد بارتفع الى اعلى عند النقطة الرقبة دي بارتفع لأعلى مقدار اربعة ونص حبيبي الاربعة ونص ده مقاس طبيعي يعني انتوا تقسموه على الايه على الاربعة هيطلع لكو سنتي وقد ايه وملي وبعدين برسم بدوران خفيف دوران الرقبة انا كده لغاية دلوقتي شغال في ايه في الخلف طيب بعد كده اللي باجي ااخد المقاس ده شايفينه اللي هو من عند بداية البطرون لغاية عمق القبط زائد اربعة وكنت باخد مقدار ايه ياولاد حد فاكر برافو الناس اللي مذكرة باخد خمس المسافة ايوة زائد اتنين سنتي باخد خمس المسافة زائد اتنين سنتي وبمد خط افقي كده بدون مقاس او ممكن المقاس بتاعي بعد ما انا اقيس من هنا على خط عمق القبط احدد ايه يا حبيبي يبين فاكر معايا باجي هنا كده في المقاس ده وبابدأ اقيس من هنا اللي هي نص ايوة عرض الظهر برافو زائد اربعة وقلتلكم عشان ما تنسوش الاضافة كام انا هنا قريدي على خط عمق القبط واخد عمق القبط زائد اربعة هنا كمان باخد نص عرض الظهر زائد اربعة ده نفس المقاس علشان ما تطلخبطوش وما تنسوش ومن النقطة دي انا برتفع لاعلى بايه بخط عرض الظهر لغاية اخر البطرون فوق طيب وبعد كده هبدأ ارسم ايوة طول الكتف وباجي هنا بتحرك لبرا مقدار تلات تربع سنتي اللي هي كانها سبع شرط وهبدأ ارسم خط مين خط الكتف يبقى انا عشان احدد كتف الخلف يا ولاد بعمل ايه باجي هنا خارج العمود اللي انا رسمته ده للخارج بقيس مقدار تلات تربع سنتي وبدأ ان انا اوصل خط الكتف القلم الرصاص يكون مبري ونضيف وجميل علشان الخطوط بتاعتنا تطلع كلها ايه حلوة طيب في حاجة تاني قال لي دايما الاميس الفرنجي يا ولاد بيكون فيه صفرة في الخلف فانا الخط اللي انا حددته ده هو خط مين هو خط صفرة الخلف وبوقع ان خط الصفرة فلازم اعمله ركورات واكتب على الجزء ده ان ده صفرة الخلف طيب الصفرة دي عشان انا اريح الكتف كنت عملت لها بنسة لو انتو فاكرين المرة اللي فاتت كان مقدارها قد ايه كان مقدارها عشرة سنتي هبدأ ان انا قيس من اول البطرون للداخل هنا كده عشرة سنتي وبحط نقطة وبنزل لأسفل سنتي يبقى انا بقيس للداخل عشرة سنتي وبنزل لأسفل مقدار واحد سنتي وارسم بنسة الصفرة ادي البنسة بالشكل ده طيب بعد كده انا الخلف تقريبا خلص مش باقي عندي غير ان انا ارسم حردة الابت حردة الابت فاكرين كنت بجيبها منين كنت بجيب ان انا اخد نص عرض البطرون ايوا برافو واتحرك نص سنتي باخد نص عرض البطرون واتحرك نص سنتي وانزل بالخط الفاصل لأسفل يبقى الخط اللي انا رسمته ده اسمه ايه اسمه الخط الفاصل ها بنرجع بسرعة خطوة خطوة دلوقتي انا فاضل عندي ايه ارسم حردة الابت بالنسبة لحردة الابت المفروض ان انا هوصل الاول شايفين النقطة تحت 3-4 سنتي هوصلها ببداية البنسة بالمستر طيب وبعد كده هوصل من الضلع التاني للبنسة لخط ايه لخط الفاصل بنحناء بسيط علشان ارسم الابت انا كده الخلف خلص ممكن اكتب هنا عشان احدد الخط ده اسمه ايه فاكرين ايوه اسمه خط نصف الخلف نسيج طولي والمفترض لانه قميس فرنجي بيبقى فيه ازرار في الامام فيبقى الخلف هيكون علامتني الامام فيه ازرار يعني مفتوح انا كده الخلف خلص مرسي جدا طب ده انا ممكن كمان الونه لا لا لما نرسم الموديل كله علشان لو ربما يبقى فيه اي تعديلات نبدأ نرسم الامام الامام فاكرين كنت بقول ايه زي ما انا هنا طلعت الى اعلى ارتفعت الى اعلى البطرون اربعة ونص انا هنزلهم هنا وحط نقطة يبقى انا اول حاجة بعملها مقدار الارتفاع الخارجي ده بره بحدود البطرون ببدأ اعوضه بان انا انزله الاسفل طيب وبعدين بمد خط خفيف كده علشان انا الخط ده بناء عليه انا هقيس حردة الرقبة الامامية طيب الرقبة الامامية بجيبها منين اللي باجي هنا بقيس من اول البطرون للداخل ايوه خمس الرقبة ناقص برافو عليكم وحطت نقطة طب وبعدين بقيس لأسفل عمق الحردة بيبقى عبارة عن خمس الرقبة ناقص اتنين ونص وارسم دوران الرقبة وارسم دوران الرقبة اتمنى تكون الخطوط بينا طبعا انا بش شغل بقلب جف اسود علشان تشوفوه لان الرصاص بيبقى ضعيف لكن انتو ترسموا برصاص علشان يسهل عملية المسح او التغيير وتبقى الخطوط نضيفة ولما اجي الون بالاحمر والازرق تبقى الالوان واضحة وجميلة طيب بعد كده بعمل ايه ايوة في ناس بتقول لي عايزة حدد خط الكتف عايزة حدد خط الكتف شايفين خط البنسة على امتداد خط البنسة ده اللي هو كأنه من نزول عن الصفرة سنتي انا بمد خط خفيف كده طيب وبعدين نفس مقدار كتف الامام كتف الخلف نفس المقاس بالزبط هاجي هنا كده اثبت المسطرة بتاعتي وايه وايس كتف الامام بيبقى نفس مقدار كتف الخلف وحددته بنقطة وارسم خط الكتف ده اهو طبعا بيبقى خط ميل بالطريقة دي بعد كده بعمل ايه قال لي عشان اجي هنا احدد يا ولاد العمود القائم واحدد حردة الابط المفروض ان انا باجي ااخد هنا تلت هيوة تلت دوران السدر يا حبيب تلت دوران السدر زائد كام زائد اربعة ونص وبحط النقطة بتاعتي اهي وارتفع بيها عمود لاعلى مقداره تلاتة سنتي يبقى العمود ده قد ايه تلاتة سنتي اللي انا طلعته وهنا المقاس ده جبته منين من تلت دوران السدر زائد اربعة سنتي وهبدأ اوصل جزء من حردة الابط واوصل الدوران بتاع الحردة لو فاكرين ده كده بطرون الامام وكنا وصلنا للمرحلة دي الاسبوع اللي فات لما كنا بنرسم النموذج الاساسي احنا بنتكلم على ايه على قميس الفرنجي شكله ايه القميس الفرنجي يا ولاد اهو ما انتو عارفين وكلكم بس انا ممكن افكركم بيه تاني علشان نشوفه احنا بنرسم بطرونة هنرسمه ازاي انا برسم طبعا ما عليش رسمي نص ونص انتو رسموكو احلى وهنا ادي خط المرد وطبيعي المرد فيه ازرار واده لكم وليه اسورة واده لكم من ناحية التانية وليه اسورة وايه كمان فيه هنا طبيعي كولا الاميس الفرنجي بيكون لي كولا وكمان الاميس بتاعنا التقليدي ده ليه كمان ايه جيب طبعا اتمنى تكون الصورة واضحة ده الاميس الفرنجي اللي المفروض احنا بنرسمه هنا طب انتو فاكرين لما كنا بنرسم بطرون كنت بعمل ايه اه اول حاجة بعملها كنت بنصف الموديل بتاعي يا ولاد بخط كده بالرصاص خفيف ليه عشان اشوف النصفين متمثلين ولا لا اه النصفين متمثلين بس فيه حاجة هنا فيه جيب فيه ايه تاني في الاميس اللي فيه هنا الازرار متحددة بالمرض وهي طبعا هنا خط الديل شايفين خط الديل واخد دوران مش خط ستريت مستقيم طيب الحاجات دي انا كده عرفتها طيب انا ممكن اخبي نص الاميس اه اخبي نصه انا كده النص ده محتاجة ايه مش ملاحظين يا ولاد ان هنا فيه تعديل شوية او فيه تكسيم بسيط في الاميس طبعا دلوقتي كل الموديلات اللي نزلة في الامصان فيها تكسيم شوية بحيث ان هي تبقى واخد شكل الجسم بحيث ان ايه تبقى شكلها جديدة زمان الامصان او الامصان السبورت بتبقى مستقيمة وبتبقى فتفاضة لأ دلوقتي كل الشباب نحتاج ايه الموضة ان الاميس يبقى سلم واخد شكل الجسم طيب نعمل ايه التكسيم اللي في الجنب اول حاجة هاجي هنا مش ده خط الوسط اه ده خط الوسط هدخل للداخل هقيس للداخل هنا كده يمين وشمال الخط الفاصل مقدار اتنين سنتي وهاجي هوصل خط التكسيم ادي اهو تكسيم للامام والخلف رسمت التكسيم اتنين سنتي يمين واثنين سنتي شمال طب وايه كمان اه من تحت من اسفل خط الديل واخد انحناء واخد دوران هضطر ان انا من اخر البطرون هرتفع لأعلى مقدار عشرين سنتي هرتفع من اسفل الى اعلى عشرين سنتي وعند نقطة العشرين دي هرسم خط خفيف كده انتو شايفينه اه ما هو بالرصاص طب وبعدين هقيس سنتي مين وسنتي شمال سنتي مين وسنتي شمال هنا كنت واخد ايه اتنين عند خط الوسط لكن عند خط التكسيم والدوران باخد مقدار سنتي وبوصل بالمستر كله مسحصح معايا انا بحاول اشتغل بشويش وارسم بالراحة علشان اتمنى ان انتو ترسموا معايا خلوا بالكم تسلسل وترتيب الرسم بيخلي الامور سهلة لكن لما تشوفوا البطرون في الاخر يا خبر ايه ده احنا هنرسم كل ده طب انا هبدأ منين لا طبيعي يا ولاد قلنا مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة عشان كده تسلسل وترتيب الخطوات والحل بيخلي البطرون سهل بالنسبة لكم طب بعد كده قال لي هنا الاميس انا محتاج ارسم له دوران طب وماله هاجي هنا هون هنصف الخلف هنصف الخلف وبحط نقطة صغيرة وابدأ اوصل من عندي التكسيم ده كده بدوران بسيط ايه اللي انا عملته ده شكل نهاية الديل والتكسيم الدوران اللي في الديل هنا بالنسبة للأمام للخلف طب وبالنسبة للأمام في الأمام انا مضطرة ان انا ارتفع لأعلى مقدارة 4 سنتي 4 سنتي اه بطلع لفوق كده 4 سنتي طب وبعدين برضو بنصف الأمام بنصفت الأمام وحطت نقطة وارتفعت من عند النقطة دي زي ما قلت 4 سنتي طب وبعد كده هبدا اوصل النقطة بتاعت النص دي مع نقطة الـ 4 سنتي بنقطة التكسيم بنحناء مقابل لده شبهه اهي وامد الخط ده على الاستقامة وخرج يا ولاد بر البطرون ايه ده حد شايف اهي خركت بر البطرون قد ايه خركت بر البطرون سنتي ونص عرض المرد ايه ده استني خروجي زي وفوق وهرسم خط المرد حاضر ايه دي خط المرد استقام سنتي ونص عرض المرد وطبيعي البطانة هتبقى مقدرها قد ايه هتبقى البطانة ثلاثة ونص يبقى انا كده اخدت مقدار البطانة بس في حاجة صغيرة عايزين نخلي بالنا منها هي ايه ان انا لما هاجي هرتفع بمقدار البطانة من اعلى بتبقى خط مستقيم واخدى نفس الدوران وبعدين المفروض ان انا بتني يا ولاد على خط المرد ده الخط ده انا بتني عليه وببدأ اخد الشكل ده اه يعني كأني بكرر الجزئية دي هلاقيها عملت كده حد واخد باله حد شايف الفرق اه دي هنا مقدار المرد وده مقدار البطانة ده كان سانتي ونص ده كان ثلاثة سانتي ونص المفروض الخط ده اسمه خط نصف الامام نسيق طولي وبراظو سمع حد بمزاكر ونبيه واخد باله ومصحصح بيقول لي استني ده انا عندي هنا فيه زراير يبقى ده مفتوح خط نصف الامام نسيق طولي مفتوح علشان هيبقى فيه عندي ازرار طيب وبعد كده قال لي هنا واخدين بالكو انا ارتفعت قد ايه اربعة سانتي وطبيعي المكان ده كان فين انا نصفت دي علامة التساوي وهنا برضو اهي علامة التساوي نصفت الخلف ونصفت الامام وحطت النقطة بتاعتي مقابلة عشان ارسم تقط الديل من اسفل لغاية دلوقتي المرد ترسم تكسيم الجنب بترسم تعديل الديل بترسم فضل مين في الامام الجيب بالنسبة للجيب هنيجي ننصف الامام هقيس الامام هنا كده وهروح انصفه وبعد ما نصفت الامام يا ولاد الجيب عرضه عشرة سانتي فانا باخد من نقطة النص دي خمسة سانتي مين وخمسة سانتي شمال اخدت قد ايه بعد ما نصفت عرض الامام خمسة سانتي مين وخمسة سانتي شمال ده عرض الجيب طول الجيب انا هرتفع لأعلى مقدار ثلاثة سانتي وهنزل بالجيب كله كده كطول قد ايه مقدار اتناشر سانتي يعني الجيب كله مقداره اتناشر لأعلى هيبقى كام ثلاثة والأسفل تسعة اهي وهقفل الجيب بس في حاجة مهمة صغيرة هو انا يا حبيبي الجيب كده مستطيل حد شايفه لأ اه سمع حد بيقول لي ده الجيب في دوران اللي انت عاملة ده اه طب هتيجي نرسم الجيب لوحده خارجي ايوة انا هرسم الجيب يا ولاد مقداره ناشر سانتي انا باوره لكو بس خارجي عشان تعرفوا انا بعمل ايه وقادي قفلت الجيب تمام الجيب عندي هنا بواخد دوران وماله هتحرك من النقطة دي للداخل مقدار نص سانتي ومن هنا للداخل نص سانتي وابدا اوصلها بدوران شايفين لما اجي الون بلون اللي انا عملته الدورانة الجديدة لكن الخطوط المستقيمة دي بسيبها رصاص بقول اللي بيصحح انا رسمت الاول المستطيل وبعدين رسمت الايه التعديلات الداخلية فهاجي هنا فعلا وهرسم التعديل وهاجي من هنا هدخل النص وارسم التعديل ويا حبزة لو الجيب بتاعي زي ما انتو شايفين فيه قلابة بتبقى بسعا عرضها 3 سانتي او 2 سانتي بحدد القلابة ونفس الكلام هنا اهي لو هي 3 سانتي بحدد القلابة انا كده الامام خلص لا 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 في حاجة لسه نقصة مين ما صح صح المرد والزراير ايوه احنا صحيح رسمنا المرد لكن محددناش الزراير من فضلكو ما تسيبوش البطرون غير لما يكون كل حاجة موجودة فيه ايوه المرد الزراير فاكرين لما شرحناها قبل كده بحدد الزراير ازاي مكان الازرار برافو اول زرار اه في حاجة افتكرتها مهمة ايوه سمع حد بيقول بيقول ايه اني الزراير بتتحدد على خط نصف الامام على خط ايه نصف الامام مش على خط المرد يا ولاد يعني على الخط الاولاني ده على خط المرد خط النصف الامام اللي هو الخط الاصلي بتاع بطروني مش خط المرد خط المرد ده انا هتني عليه القماش فمش بركب فيه ازرار انا بقيت بركب الازرار فين في خط المرد طيب اول زرار بنزل مقدار نصف سانتي وبحدده والزرار الاخير بارتفع من اسفل لأعلى وليكن اربعتاشر سانتي وبحدده وقيس المسافة بين الازرار اللي موجودة اللي هو الاول والاخير وقسمها وليكن اهي مسافات متساوية مسافات متساوية وارسم الازرار على هيئة كأنها ركورات طبعا لما هاجي الون هتبقى ايه واضحة وبينة عندكم الامام خلص طب تعالوا نلون الامام الونه ايوا الامام باللون الاحمر برافو عليكم بلون ايه خط البطانة الم بلون او حد يلون بفلوماستر انا بلون في الامتحان بألم خشب بألم خشب احمر الامام بألم خشب احمر انا قلت ايه بألم خشب احمر شايا حاسة فاتلغبت بعد كده شايتين الخطوط اللي بلونها اه الخطوط اللي انا بشف عليها هي الخطوط اللي انا بلونها اللي بحتاجها في عمليات الخياطة والتركيب والثني والتشتيب يبقى هي دي الخطوط اللي انا ايه اللي انا بحتاج الونها انا ماسك المسطرة بخلص الخطوط المستقيمة كلها بالمرة في نفس الوقت ومعدين ارسم ايه الون المنحنيات اه واجيب او اتنسوه تمام برافو ايوه وخطوطنا تبقى جميلة وحلوة ونضيفة دوران الرقبة اخري وهنا نهاية خط الديل وقادي الراكورات مش راكورات دي دي مردات اه سوري الازرار ايوه برافو عليكم فاضل اخر حاجة دوران مين الجيد وقادي انا كده الامام خلص وجاهز عندي للشف والتعشيد مرسي جدا طب في حاجة هو الاميس شكله كده في الخلف اه ده رسمهولي رسم لي الخلف رسم الخلف تيجو نشوف شكل الخلف ايه هو رسم ااميسي اللي انا محتاجه الاميس الفرنجي ده وقال ان هو شكله كده طبعا معليش ادي انا برسمه بسرعة علشان ايه نحدد ايه ده ده دي الصفرة اي ااميس ياولاد فرنجي دايما بيكون في صفرة في الخلف الصفرة اللي هو رسمها هنا عملي فيها حاجة اسمها كلونيه في خط النصف عمل ايه كلونيه شايفين الحركة اللي في خط النصف الاميس دي دي بنسميها كلونيه كلونة يعني كسرتين متقابلتين متنفذين في خط النصف الاميس ليه قال لي عشان يدي واسعة في الموديل ويريح الموديل ممكن جدا تبقى حاجة تانية اللي هي بتبقى احيانا هنا كسرة من عالجم وكسرة من عالجم او بتبقى كسرات صغيرة هنا كده صح؟ بنشوف الامسان بتاعتنا كلها بالطريقة دي او اميس بابا او امسين الاميس بتاعكم طيب الكلونة دي هرسمها ازاي وانفذها ازاي مش هي في خط النص اه طب وقلنا عبارة عن ايه عبارة عن كسرتين متطبقين ومكويين عكس بعض بصين على بعض قال لي ايوة طب انا هنفذهم ازاي قال لي ده اماش زيادة مش ده بيبقى عبارة عن اماش زيادة ايوة هاجي هنا هخرج برة خط نصف الخيف للخارج مقدار 3 سنتي وطبيعي هي السفرة وصلة لغاية فين يا ولاد لغاية خط سوري الكلونة وصل لغاية فين لغاية خط السفرة يبقى انا هاجي هنا من عند خط السفرة وهمد على الاستقامة البرة مقدار 3 سنتي وارسم خط نصف الكلونة الخط ده اسمه ايه اسمه مقدار نصف الكلونة كان كم سنتي 3 سنتي 3 سنتي دي ايه دي مقاس طبيعي انا خرقتي بيه للخارج طيب نفذ فيها وليكن مثلا زي خط النصف بعمل ايه بحدد بناء عليه المرض او بحدد بناء عليه مكان الازرار او بحدد الايه الكسرة بتاعتي او الكلونة وبيجي هنا بحدد خط السفرة وادي بنسة السفرة طبعا حردة القبط وهنا من فوق باجي الون حردة رقبة الخلف ومن اسفل دوران الدين وطبعا الركورات يفضل اني كمان احددها بالقلم الازرق علشان تبقى واضحة يا ولاد المفروض ان انا كمان برسم خط اتجاه النسيج بيبقى موازي لخط نصف البطرون علشان لما اجي اوزع البطرون بتاعي على القماش يبقى اتجاه النسيج عندي واضح يبقى الخط ده اسمه اتجاه النسيج ونفس الكلام بالنسبة للامام احدد كمان خط اتجاه النسيج معناها اني خط النصف موازي لخط البورسل البطرون بتاع القميس خلص انا شفيته كله رسمته كله والمفروض ان انا الخطوة دي هعمل ايه هقوم بعملية الشف المفروض انا شفيته اهو شايفين انا شفيته بس طبعا كان مصغر شوية علشان نعمل ايه نجهزه لعملية التعشي لكن في حاجة القميس في ايه هنا ياولاد فيه كم احنا خدنا كم لا لسه استوب قبل ما نكمل عملية التعشي ولا نتكلم عنها لازم نعمل ايه نرسم الكم بتاعنا طيب بالنسبة للكم طبعا احنا نحتاجين ايه في الكم نحتاجين بعض المقاسات الضرورية اللي هي دوران الكم وطول الكم طب في حاجة هو انا هنا الكم بتاع هركبه في ايه ياولاد ده الكم هركبه في حرضة الابط اه ده انا محتاج قبل ما اعمل الكم ده انا طبعا جبته هنا عشان يبقى قريب مني في ايدي طب والحاجة هعملها ان انا لازم اقيس الحردات انتوا عارفين اللي في ايدي دي ايه دي مزورة طبعا انتوا عارفينها من مادة المعدات درسنا المزورة وقلنا ان هي مصنوعة من مادة بلاستيكية لكن غير مطاطة المقاس بتاعها محدد مقسمة الى سنتيمترات بتبدأ من الواحد وتنتهي بايه يا حبيبي بمية وخمسين هي منتهية برقم مية وخمسين يعني المزورة دي المفروض طلها مية وخمسين سنتر متر ونص طيب انا بحتاجها في ايه وطبعا هنا خلوا بالكم عارفين الجزء الحديد ده فيديدته ايه يحافظ عليها من النهاية التاني علشان ما تتلفش وما تبصش عشان كده فيه في نهايتها وبدايتها جزئين من المعدن بيحموها من التلف طيب ايه فايدة المزورة؟ ان انا هيز بيها الحردات انا عايز ارسم كم الكم ده مركب في حردة القبط لازم اقيس الحردة همسك المزورة والمفروض ان انا هسبتها عندي بداية الحردة وهشوف المقاس طبعا هي بتلف معايا طرية هي مش مطاطة لكن هي طرية وليكن ادي المقاس بتاع الكم الحردة كلها وبعدين وليكن ادي المقاس اللي عندي ستة وهنا باجي بحطها جنب التاني وابدأ اقيس الحردة طلعت معايا خمسة وليكن خمسة وستة حداشر سنتي ده مجموع الحردتين مجموع الحردتين وهاجي هنا هقولك تعالي معايا نبدأ نرسم الكم هرسم الكم ازاي؟ قال لي اول حاجة بالنسبة للكم ان انا بحدد طول الكم طوله عمود قائم بيبقى عبارة عن طول الكم زائد ستة طول الكم زائد ستة يبقى الطول ده قد ايه؟ بيساوي طول الكم اللي موجود عندي او اللي مطلوب زائد ستة سنتي ياولاد في ملاحظة مهمة ان المقاسات الرجالي والامسان الرجالي بتكون مسافات الخياطة مضافة مع نفس النموذج مع نفس النموذج سوري معلش المقاسات بتاعت الخياطة او نسب او مسافات الخياطات مضافة في نفس البطرون بتاعنا عشان كده بنلاقي من الاضافات اللي بنضيفها بتبقى كتيرة شوية طيب بعد ما انا حددت طول الكم باجي من اول البطرون الى اسفل باخد ياولاد مقدار ربع الحردة باخد ربع الحردة يعني ربع الحداشر اللي احنا كنا اخدناها اللي هي مجموعة الحردتين انا باخد ربعهم وليكن اهو الغاية هنا وبرسم خط افقي بالطريقة دي الخط ده بيكون ملهوش مقاس شايفينو اهو مش محدد المقاس ده جيبته منين قال لي ده ربع مجموع الحردتين ربع مجموع الحردتين طيب و بعد كده انا المفروض كنت اقاية من اول البطرون الاسفل طول الكم زاية 6 بقفل برضو من اسفل بخط افقي بالطريقة دي بدون مع حدد عرض للخط وهاجي في المسافة اللي بقية هنصفها هي كمان عشان احدد خط الكوع عشان احدد الخط ده اسمه ايه؟ خط الكوع والخط ده ده خط ارتكاز الحردة يعني حردة القبط عندي هترتكز على الخط الاولاني طيب و بعد كده احنا مش كنا اخدنا مجموع الحردتين طالعو 11 يعني معناها ان انا هاخد نص المقاس ده هحدده يمين و نصه هحدده شمال بسبت مصطرتي اتفقت معاكم من اول الزيرو مش من اول المصطرة وابدأ اتحرك اتحرك بالمصطرة اتحرك بيها لغاية ملائي الخمسة و النص جات لي هين ووصلها بخط ماي انا كده من النقطتين دول هنزل بالعمود القائم اللي بيحدد معايا مين الكوم يمين و شمال طيب بعد كده قال لي بص المفروض الكم بتاع الاميس ما بيبقاش خطوط مستقيمة كده ده فيه دواران الدواران ده هنفزه ازاي باجي للمقاس ده يا ولاد وبقسمه على اربع اجزاء متساوي بقسمه على ايه اربع اجزاء متساوي و نفس الكلام الناحية التانية بقسمه على اربع اجزاء متساوي وحطت نقطة طيب معايا كده عند النقطة الاولى شايفين هنا ما احنا قدي نقطة التانية التالتة اللي هي عبارة عن مسافة اتنين تلاتة اربعة اربع مسافات متساوي عند النقطة الاولى هنزل لجوه كده للداخل هقيس مقدار شرطتين وعند المقدار او تلات شرط كفاية ماشي وهاجي هنا عند النقطة الاخيرة دي هرتفع لأعلى مقدار سانتش طلعت البرة قد ايه واحد سانتش الكلام ده على فكرة ده بيبقى ناحية الامام وده بيبقى ناحية الخلف طيب ناحية الخلف لا عند النقطة الاولى هرتفع لبرة اتنين سانتش هنا ارتفعت سانتش وعند النقطة التانية هرتفع مقدار سانتش واحد طيب وبعد كده هبدأ اوصل الدورانات هوصل الدورانات ازاي اتفقت معاكو لما باجي ارسم الكومي بيبقى هنا ده خط مستقيم شايفين ايه ده بعد بعيد فيها وزيدة هاي خط مستقيم وباجي ااخد الدوران من هنا من عند الاتنين سانتش ينزل على السانتش ويجعل ما فيش شايفين المنظر لما تتلون هتوضح اكتر الناحية التانية اللي هي في الامام قالي لأ باجي هنا امشي اروح على السانتي وانزل عند النقطة دي واروح داخل على التعديل الداخلي واطلع به ليه الكلام ده قصي خلي بالكم من حاجة ياولاد الكمة في الخلف انا ايدي بتيجي للامام كتير فلازم اخلي هنا القماش مرتاح وإلا ليجي يلبس القميس يجي يعمل حاجة او يمدي ايده كده للامام شوية بنسمع تك 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 فاكرين تك 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 اللي بيحصل الكمة بيتقطع بيحصل له نوع من التمزيق ليه؟ لان القماش مش مرتاح القماش مش كفاية مش كويس فعشان كده انا باجي هنا لما اجي ارسم الحردة اطلع اتنين سانتي وبعدين سانتي فتبقى واخدا سيابية وتديني كمية قماش اكتر فتريح حركة الزراع من ناحية الامام لا مش محتاج الامام اصلا ما بيرجعش الورا فانا مع اقل دوران اريح به الكم وهنا طبيعي عشان الكمة كمان في الجزئية دي ما يحصلش نوع من القماش الزيادة ويبقى مكالكع او اذا بنقول ايه عامل عب او خروج اللي هو ماش بمنظر مش لائق يعني فعشان كده بعمله انحناء للداخل علشان يبقى مناسب طيب انا كده خلصت الجزء العلوي من الكم فاضل ايه قال لي الجزء السفلي ده قميس فرنجي عفوا القميس الفرنجي بيكون في ايه من تحت بيكون في فتحة في الكمة من وراء هنا كده زي القميس الجاكت بتاعي شايفين حد شايف حاجة بيكون في فتحة في القميس علشان هي هنا كده بيبقى في فتحة في القميس ياولاد علشان انا لما بركب الاسورة بتبقى ايه بتبقى خليها الكمة بتاعي واخد انسيابية واخد تكسيم فانا لازم اريحه بمسافة الفتحة دي هنفذها ازاي الفتحة دي عشان نبقى اخر حاجة النهاردة هناخدها سوا ان انا باجي اخد تلت معايا هنا كده نكمل باخد تلت الكم باخد تلت المقاس ده الاول وبحدد النقطة دي بعد ما حددت التلت بكسم الكم بكسم الكم ونفس الكلام بالنسبة للاحية الامامية برضو بكسم الكم وبعدين اجي هنا في المقاس اللي فاضل ده انا بنصفه علشان احدد لاعلى مقدار الفتحة الفتحة كام مقدارها 15 سنتي بس في حاجة هنا الكم فيه كوع فالكوع مع تانية الدراع لازم اريح له القماش فباجي هنا من عند النقطة دي بنزل لاسفل مقدار واحد سنتي ووصلها بدوران خفيف في المنظر ده بيبقى الفتحة وصلت لغاية تحت كده كده انا خلصت الكم المفروض ان انا هلونه بلون الخلف بالازرق تعالوا اللون الخطوط اللي انا محتاجاها في الكم ادي خط جنب الكم وخط الفتحة بتاعت الكم وبعمل له كده ركور عشان احدده خط دوران الكم من اسفل ودوران الكم من اعلى الحرد وطبيعي الخط الفاصل ده اللي احنا بنكوي عليه القميس انا كده لونت الخلف هلون الامام ايه اللي محتاجا في الامام نفس الكلام خط تكسيم الكم خط نهاية الكم اللي هو خط ديل بتاعه او نهاية الكم وكمان من اعلى بلون الحرد انا كده رسمت الكم اللي انا محتاجه للاميس بيفضل عندي ايه يا ولاد بيفضل عندي الاسورة وكنت الاسورة اخدناها قبل كده المرة اللي فاتت فاكرين لما اخدنا في الترم الاول كانت بتبقى عبارة عن مستطيل المستطيل ده بيساوي طول الاسورة زائد قد ايه زائد اربعة سنتي ادي الاسورة باخدها وطبيعي الاسورة بيكون ليها بطانة الاسورة بتاعتي بيكون الطول ايوه زائد اربعة سنتي ليه اربعة سنتي علشان هنا بيبقى فيه سنتي مرد من الناحية اليمين والناحية الشمال وطبيعي الاسورة بيكون ليها مقدار برافو مقدار بطانة مقدار البطانة اي اسورة بيكون ليها مقدار بطانة بيفضل عندنا الكولة وبالنسبة للكولة هنقولها بسرعة خالص خالص علشان نستعد المرة الجاية لشاف البطرون والأجزاء دي كلها هناخد الكولة علشان نخلص الأميز بتاعنا ويبقى تضلنا التعشير بالنسبة للكولة يا أولاد بتتوقف على إيه؟ على دوران الرقبة أنا باخد دوران الرقبة مجموح حردتي الرقبة الأمامية والخلفية اللي اتنين مع بعض وابدأ إن أنا أرسم المستطيل بتاعي طبيعي الكولة بتكون قولة قميس فرنجي بتكون عبارة عن قطعتين جزئين جزء علوي وجزء سفلي اللي هو بنسميه الكعب الكعب ده بيكون فيه لازم مرض علشان نقفل بالزرار ونقدر نلبس كارفات لو إيه لو إحنا لابسين بدلة كاملة هنرسم الكولة مع بعض بسرعة هتاخد دقيقة أو نص هنعمل فيها إيه؟ قدي برسم هنا كده طول الكولة أهي وبعرض الكولة بيكون 8 سنتي وبقسمه نصين بقسم 8 سنتي نصين يا أولاد بالطريقة دي أهي وباجي من عند خط النص ده بخرج لبرة مقدار 3 سنتي مقدار 3 سنتي وبقفل الكولة بتاعتي برتفع هنا نص سنتي ومن هنا نص سنتي وباخد الدورانات من أسفل ومن هنا طبعا بدخل مقدار 1 سنتي وقفلها بالمنظر ده علشان الكولة ومن أعلى باخد لها نص سنتي واحد يمين وشمال وبوصلها بالطريقة دي علشان تبقى ليها شكل محدد كده دي كولة الأميس الفرنجي هنرجعها تاني المرة الجاية مع بعض وهنرجع بسرعة كل الأجزاء بتاعتنا وعايزاكم ترسموا تتمرنوا على البطرون كويس جدا هو والكم وتشفوهم وتجهزوهم معايا علشان نعشقهم ونحسب كلمة القماش المطلوبة ليهم المرة الجاية ان شاء الله هتوحشوني وإلى أن نلتقي باي باي شكرا